بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا متعودين يوم الاتنين ده هو يوم البنى بس مش يوم بناء البنيان لكن يوم بناء الإنسان بنتكلم في قضية مهمة جدا 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 وهي قضية بناء الإنسان وده العمق الحقيقي اللي ممكن نعيش به ونقدر نسع به في إطار التنمية وده أهم أشكال البناء اللي ممكن نمارسها في حياتنا بشكل صحيح احنا وإحنا ماشيين بنبني في بعض الأحيان بيبقى عندنا زي بقى الزبط كده أذى في الطريق فلابد أن نميط الأذى عن الطريق بس ببعض الأحيان بيبقى الأذى ده زيادة شوية زي الأذى اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة ده في محيط التربية بناء اللي من أكتر التحديات والمخاوف اللي بتواجه المربيين دلوقتي خصوصاً ما وجود الشاشات طول الوقت ما بين يدين أولادنا والاتصالات بالإنترنت متاحة ده بيظهر عندنا شيء خطر على الأولاد إن حتى لو كانوا هم ما بيحاولوش يوصلوا لده بيوصل لهم بطريقة أو بأخرى محتوى جنسي فأصبح تهديد عند الأهل إزاي يحفظوا أولادهم من أن هما يدمنوا أو يتعودوا أو يشوفوا الصفحات ذات المحتوى الجنسي إضافة إلى إن في خطر جديد إن الألعاب الألكترونية خلاص بقى حاجة وكأنها بقت من أصول الألعاب الألكترونية مسألة القضية التي تتعلق بالمشاهد الجنسية وإحنا عايزين رب أولادنا على إن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيانا هو حياة طيبة والحياة طيبة فيها ستر العورات وعدم اطلاع العورات في شكل مبكر وفي حاجة مهمة جدا جدا إن عندنا في الإرشاد وفي إرشاد الزواجي والكلام ده كله بنلاحظ حاجة غريبة أوي إن الشخص اللي هو بيدمنت العلاقات المتعددة الاحتمال الكبير إن هو يكون قد أدمن مشاهدة الأفلام لباحية في سن صغير وعشان كده بتزيد المخاوف في فترة المراهقة وبيدفع شغف بعض المراهقين للاكتشاف لأنهم يدخلوا المواقع الإباحية دي عشان يتعرفوا على العالم اللي هم متصورين وعالم مصحور العالم اللي فيه حاجات كتيرة جدا جدا فبعض أولادنا بيقعوا في إدمن هذه المواقع وبعضهم بيبتدي يتلصص أو يمارس العدد السرية في بعض الأحيين لما بيحصلوا حالة من حالات الاطلاع المبكر على هذه الأشياء لازم أقول حاجة كمان بعضهم كمان لما بيتم التحرش به وهو صغير بيحصل له نفس الحكاية دي بيحصل له اضطراب في خريطة الجنسية بتاعته فبيحصل له الكلام اللي احنا عارفينه واللي احنا بنسميه إدمان مشاهدة المواقع اللي بقى حيه طب ليه؟ لأنه لو لما بيحس كده بيحس إنه هو في بعض الأحيين عايز يخلي اللي حصله من هذا الاعتداء أو هذا التعدي شيء بيحصل طب بدل بيحصل يبقى مسألة ستر العورة أو ستر البدن ده ده شيء مش هو مش شيء يقلق لو إنه حصل انكشاف فأنا لو اطلعت على ده مش شيء صعب عشان يحاول يعمل معادلة نفسانية في نفسه عشان ما يحصلوش أي اضطراب نفساني احنا كمان لازم ننتبه خاصة مع دخولنا في عالم الميتافيرس إلى بعض البحقوس اللي بتقول إن من أدرار من أدرار الممارسات الجنسية أو إن الممارسات الجنسية الافتراضية عتكون أدرار ضخمة مش بس التعرض للمحتوى الإباحي بس ولا يبقى خطر لا ده كمان الممارسات الجنسية الافتراضية كمان عتبقى خطر فالتعرض وإدمان المحتوى الإباحي بيشوه صورة الأولادنا عن نفسهم وعن الجنس الآخر كمان ويزيد عندهم الشعور بالذنب والوحدة والاكتئاب وأوقات كتيرة بيميلوا للنعزال وتقل قدرتهم على التركيز وممارسة الأنشطة اليومية الرشيدة دايما في ممارسات يومية رشيدة كده زي ممارسة الرياضة زي ممارسة النوى التفكير زي ممارسة أي لعبة فيها نشاط زهني يتوقف عنده كل ده وتتشوه عندهم الخريطة الجنسية زي ما قلنا ويؤثر ده بشكل واضح على علاقتهم الزوجية فيما بعد فيحسوا دايما بعدم الرضا ويفضل بعضهم مدمن لهذه المواقع حتى بعد الجواز وعشان كده حدث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بأمورنا أن الواحد يخلي باله من ماذا من ضمن لي ما بين فكيه ومن بين فخذيه ضمنت له الجنة يعني الإنسان لازم يخلي باله من هذا المسألة في المسألة دي مسألة والذين هم لفروج يمحافظون مسألة مهمة جدا في تكوين الشخص وتكوين بناء الإنسان ولذلك لو حصل تشوه ده بيعني عارف أنت التشوه البدني أيسر بكتير من التشوه النفسي